صح الصح صح 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 سير مارودتنا آآ صباح الخير صباح الورد راهو كيفك ميسون؟ تمام شو أخبارك تمام الحمد لله حبيبتي احنا طبعا معاكم لايف عبر صفحتنا عمان تيفي أوفشل وارأت عنا ريديو جوردن وكمان رقمنا هو 06569 099 بتقدروا تواصلوا معنا وتعرفوا أكتر عن أبراجكم توقعات الفلك لشهر أربعة وطبعا تواصلوا ميسون بدنا نبدأ مع سلطان سلطان عم بيسأل عن موليد برج الجوزاء برج الجوزاء من الأبراج اللي عنده شهر يحمل السلبي والإيجابي ومتنوع بأحداثه وعليه الانطلاق بحذر حتى ما تتعرقل مسيرته وتتراجع الخطوات وممكن تأثر عليه لآخر السنة شهر فيه الحظ والدعم وفيه مع هذا الدعم فيه شوية مطبات بدك تتحملها النصف الأول اللي هو من 1 ل16 الشهر رح تزداد الاتصالات والعلاقات الاجتماعية وممكن يكون من خلالها تزداد خبراتك العملية والمهنية وتتعرض كمان بهاي الفترة ممكن يكتب السفر لكثير من برج الجوزاء تتعرض للتحدي والاستفزاز لذلك عليك أنه ما تستفز تبتعد عن الأجواء السلبية والأجواء الضاغطة الجزء الأخير من الشهر ممكن يكون فيه جدولة أعمال كثيرة بهذه الفترة لأنه المسؤوليات رح تزداد عاطفيا الجزء الأول تنشغل عن العائلة وتعوضها بالعشر أيام الأخيرة غير المرتبطين الفرصة مناسبة للالتقاء بالشريك المناسب في عنا كمان سوزان ميسون عم تسأل عن أنثى السرطان وتحديدا سألت إذا ممكن يكون فيه ارتباط لموليد برج السرطان خلال الـ 2019 السرطان شهر جيد وملئ بالمفاجآت وكمان فيه تغيير بالعمل بغير تخصص مش الشهادة اللي أنت بتحملها رح تغير عملك لشيء كثير غريب عنك ولكن فيه مرابح أكثر فكون منتبه لهذه المسألة أنه ما تاخذك السنين بهذا العمل هو فقط لتحسين الوضع المعيشي العشر أيام الأخيرة رح تكون هي الأفضل على كل المستويات ولكن ما تخسر علاقاتك الاجتماعية العاطفاء المرتبطين العشر أيام الأخيرة عليك دعم الشريك والانتباه لكل صغيرة وكبيرة خاصة بطريقة كلامك وطريقة تعاملك مع الطرف الآخر أما غير المرتبطين ممكن يقرر البعض الارتباط دون دراسة وهذا يؤدي إلى الفشل فأيضاً انتبه لهذه الحالة ممكن يتأثر على الحالة النفسية بالنسبة للارتباط بشكل عام على مدار السنة نعم الفرصة ما زالت مناسبة لغير المرتبطين للالتقاء بشريك المناسب والنص الثاني أفضل من النص الأول من السنة في عنا اتصال هلو هلو مرحبا مرحبتين يا هلو تليس بدي أسأل عن 21-4-980 21-4-980 شكراً يا ديانا حبيبتي أول يوم ببرج الثور ما أخذ من الحمل كثير وأنا بقولك أنه المفروض تابعي البرجين لأنه ممكن يكون بعض الأحيان برج الثور ما بينطبق عليك فعليك أنه تقرأي برج الثور أو تتابعي برج الحمل لحتى تشوفي مين تأثيراته أكثر برج الثور شهر يحمل كثير من التراجع والمطبات وخاصة الجزء الأول عليك أنه تبتعد عن التحديات تبتعد عن التعامل بدون دراسة تكون دبلوماسي تكون مرن بتعاملك مع الآخرين تواجه بعض الأمور اللي تخص القانون وممكن تدخل بنقاشات مع المسؤولين فانتبه لأنه رح تتباطأ مسيرتك المهنية والعملية احذر الدخول بمشاكل قانونية حتى ما تخسر كثير من الأموال وتتراجع أمورك أيضاً العشر أيام الأخيرة هي الأفضل على كل المستويات وممكن تأجل كل الأمور المهمة بحياتك للعشر أيام الأخيرة عاطفياً الجزء الأول في دراسة لتحسين الوضع أو إنهاء وضع معين لبرج الثور أما الجزء الثاني بيكون أفضل لاتخاذ القرارات العاطفية غير المرتبطين بدي أوصيهم احذروا الدخول بعلاقات غير متكافئة أو حب من طرف واحد ممكن هذا يعرضكم لحالة نفسية متراجعة على آخر السنة في عنا كمان اتصال هلو هلو صباح الخير صباح النور أهلاً كيف؟ تمام نشكر الله من معنا؟ حسام أهلاً يا حسام شو أخبارك؟ شو أخبارك؟ الله يسلم عم تحكينا من مدينة المفرق؟ آآ والله مبارح كنا عندكم يا عيني على التقص الجميل الله حي تفضل ميسون معك كيف؟ ميسون يسع الصباحك أستاذ حسام قلنا نسألك عن برج الميزان و 26 ستة لا شد صحكي والله ميزان وسرطان بدك شكراً حسام لاتصالك الميزان والسرطان هلو حكينا قلنا الشهر فيه كتير من المفاجآت وفي تغيير بالعمل بشيء ما بيخص التخصص اللي أنت فيه شيء غريب من نوعه رح تعمل فيه لتحسين الوضع المالي فما تخليه هذا شيء أساسي بحياتك بدك ترجع لتخصصك بعد هيك قلنا العاطفة المرتبطين العشر أيام الأخيرة بدك تدعم الشريك وغير المرتبطين ما زالت الفرصة مناسب للالتقاء بالشريك المناسب الميزان من 1 ل 16 تعيد ترتيب أمورك وتعمل على جدولة حياتك أكثر من مرة لحسب المعطيات اللي رح تظهر بهذه الفترة النص الثاني تزداد حساسيتك حساسيتك اتجاه الأمور لذلك نطلب منك أنك ما تتخذ قرار ما تراجع الشخص المقابل وأنت عصبي ومتوتر لأنه رح تقلب الأمور عليك مع أنه هي معك النص الثاني هو الأفضل بشرط الخروج من الجزء الأول بدون مشاكل وعاطفيا ما تتمرد وما تحلل الأمور على هواك لحتى تقدر تعيش السعادة ميسون بدأ نشكرك حبيبتي نتمنى لك بقي تنهار حلو إن شاء الله بكرة بجدد لقاءنا معاك بنفس الموعد إن شاء الله صح الصح صح 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 سيح ماروتنا اشتركوا في القناة